السلام عليكم. نتكلمنا في البرموناتر الإضافة أن يكون عندي فيها double bond طبعا هيدوكاربون غير مشبع. وأهم حاجة في الموضوع أن bond تتكسر free radical يعني تكسير متساوي تكسير متجانس عشان يبتدي بعد كده يهاجم free radical. طبعا نأخذ اللواية الكسر تتكسر غير متجانس. في الحالة دي يعني عندي اناين وعندي كتين صح؟ جزء نيجاتيف وجزء فناخد أول حاجة البلمرة الأنيونية اللي هي بتحتوي على اللي ايه يا شطار النيجاتيف النيجاتيف. فنوت المرحلة عندي اللي هي الأكريلو نيتريل وده أهم واحد. الأكريلو نيتريل عندي زي في هناك في الفرياتيكا عندي مرحلة بدء وانتشار وانتهاء. اللي اكريلو نيتريل عشان يتفاعل لازم اضف له بيز. فالبيز اللي عندي اللي هو اللي ايه بوتاسيوم امايد. فالبوتاسيوم امايد هنا يتفاعل اهو انا مريدكم التفاعل بصوا اهو. اهو. ادي الانشيشة. بوتاسيوم امايد يتفاعل يبتدي يشيل يكسر الدبل بونت هتكسر من ناحية الناتروجين اللي فيها نيجاتيف اكتر ايه. يبقى دي نيجاتيف ودي بوتاسيوم. البوتاسيوم هيجي عليه ايه? هيجي عليه هيدروجين امين اللي هي دي. مش دي نيجاتيف ودي ايه بوتاسيوم. يبقى الاني اتش تو هتروح فين? والكي هتجي فين? نعم. هادي الانشيشن بتاحتي. الاخريلوناتريل. يبتدي ده اللي علي نيجاتيف الشارج هو ده اللي بيهاجم. يهاجم جزء تاني اكريلوناتريل وهكذا. عشان يكوني البولي اكريلوناتريل. يمن هوت في الانين بنستخدم بوتاسيوم امايد كمرحلة بدء عشان يعمل عملية نشاط للاخريلوناتريل. طب احنا كده خلينا الهجوم بنجدة الشارج طب احنا ابن سل اقدي بي scheduling البوستيف الشارج. البوستيف الشارج هنا كنتي سؤ 450 مما في المثال الصرقة عليها يوما ايسير فن الايسير فن الايسير فن الايسير. ايسير ده اسمه باينايسير. هادي الايسير طب انا هنا ايسير بنسمي جزءين? ده دقيق صغير ودقيق فينايل طيب او الايزو بيوتيلين طيب ازاي الرياكشن بيتم مرحلة بدء ومرحلة انتشار ومرحلة انتهاء مش كده البدء بتاعي بستخدم بورونترايفولايت بورونترايفولايت عشان يبتدي يهاجم ويكونني الكاربوكاتينز اللي يبتدي يهاجم على البوليمر ايه الكلام ده انا مش فاهمين طب يعني ايه اه هنيجي نفهم اينا شوفوا حلوين هنا هو في الانيشيشن ستب انا مسلا عندي دابل بونت استخدمت البورونترافولايت بيهاجم يكونني كاربوكاتينز هو ده اللي يهاجم يبتدي يهاجم كل الايزو بيوتيلين عشان يتكونني البولي ايزو بيوتيلين اتفقنا كسر الدابل بونت ويديه نفسه ويكونني الايزو بيوتيلين طبعا انا ممكن انا اعمل الكاربوكاتينز بده او استخدم السلفوريك اسد او استخدم اي حاجة تانية تكونني البوست في الشاشة اهم حاجة في الموضوع ان انا قدر اتحكم فيه التفاعل اطلع منه الايزو بيوتيلين احنا فكر الايزو بيوتيلين ده اللي هو المطاطة خلي بالنا من النقطة دي احنا كده اذا اتكلمنا على الانين اتكلمنا عن طبعا العمله وانيشيشن هو البيز ازاي بتوسم عماية اتكلمنا على القتين والعمله وانيشيشن هو ايه الحمض او اللويس ايه اسد زي البورون تراي فلوريت وانيش في مجرد